السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة أولى وتانية وتالت سنوي النهاردة احنا بنتكلمكم أيوة كلكم ان شاء الله تعالى في فيديو جديد على قناتكم طاهر منصور على يوتيوب النهاردة احنا هنتكلم في موضوع مهم قوي هو الملاحظات اللغوية الملاحظات اللغوية هي الكلمات اللي بنعمل عليها فوكس علشان نبين الفرق بينها وبين كلمات شبهها علشان هي دي الكلمات اللي بتجنى في سؤال الاختيارات علشان كده ركز معايا النهاردة وراء وقلم وفنجان القهوة وركز معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي النهاردة احنا معانا فيديو جديد زي ما قلنا في المقدمة من جايانس سكيلز او العماليكة مهارات طبعا احنا النهاردة حنركز على جزء أو الملاحظات اللغوية علشان نستفيد الاستفادة الكاملة من الكلمات واستخدامتها هي الكلمات اللي بيبقى عليها فوكس جامد شوية او فوكس عالي قوي علشان هي دي الكلمات اللي بيجينا في الاختيارات حنركز كده مع بعض ركز معايا افتح كتابك على الجزء طبعا على الجزء بتاع ومع بعض هنتابع اول ملحوظة اول ملحوظة بيقول لي من المهم جدا ان لما تكون بتتعامل مع الصفة تبقى عارف انت بتتعامل مع الصفة اللي بتنتاب اي دي ازاي وصفة اللي بتنتاب اي ان جي ازاي طيب تعالوا كده نبسط الامور لاني فيه يعني فيه سوق فهم المعلومة ديت بعض الناس بتقول الصفة اللي بتنتاب بي اي دي هي الصفة اللي بتوصف شخص والصفة اللي بتنتاب اي ان جي هي الصفة اللي بتنتاب او اللي بتوصف شيء الكلام ده مش صح اما ليه الموضوع بالنسبة لي انا في التعامل مع الصفة اللي بتنتاب اي دي او الصفة اللي بتنتاب اي ان جي هو بالنسبة لي يعني يعني يعني. بالمعنى اصح ان انت لو وقع عليك تأثير الفعل. لو وقع عليك تأثير الفعل. يبقى هنستخدم صفة بتنتهيب ايدي. طب لو انت المؤثر انت اللي بتعمل او اللي بتعمل التأثير او انت اللي بترسيل الشعور. هنستخدم ing. طب مثال. تعال كده نشوف الامثلة اللي معنا زي confused. زي excited. او tired. amazed. و interested. الصفة دي انتهت بيدي زي ما انت شايف. الصفة دي لو انا confused يبقى انا مرتبك. انا اللي واقع عليك. انا اللي شاعر بالارتباك. لو انا excited. انا اللي فرحان اوي او حزين اوي. لو انا tired. لو انا tired. انا اللي مرهق او متعب. طب لو amazed. انا اللي مندهش. لو interested. انا اللي مهتم. يبقى الصفة اللي بتنتهي بيدي هي بتعبر على الشخص او الشيء اللي واقع علي التأثير. اما الصفة اللي بتنتهي بing هي العكس. زي مثلا لو كلمنا عن confusing. confusing يعني مربك. شيء مربك ليا. يعني شيء اه بيصدر لي او بيرسل لي الشعور بالارتباك. اما شيء exciting. exciting يعني حاجة مثيرة. حاجة اه بتحسسني بالاثارة او بتفرحني جدا. اما tiring. tiring يعني مرهق او مجهد. يبقى هو ده مرسل الشعور في الناس دي. طب تعالوا نشوف هنا مثالة. بيقول لي this situation this situation is confusing. الموقف ده مربك. يعني الموقف ده هو اللي اثر علي. هو اللي اربكني. اوكي. طب لو انا قلت. my friend علي is pouring. اه. هنا my friend علي عاقل ولا غير عاقل. عاقل. وضفنا للفعل او للصفة ing. او الصفة انتهت ب ing. ده معناه ان علي is pouring. يعني علي هو ممل. هو اللي بي اه يصدر الشعور بالملل. اوكي? يبقى حلطها حلقة في دنك. الصفة اللي بتنتيب ايه دي. بتيجي مع الشخص اللي وقع عليه التأثير ال action او التأثير الشعور. او طب اما السفة اللي بتنتيب ing بتعبر عن مرسل الشعور. مرسل الشعور. شخص او شيء. شخص او شيء. طيب. طبعا احنا اتعودنا مع giant skills او اا العماليقة مهارات اني اي معلومة هيبقى عليها اربع او خمس اسئلة. طيب. انتو بقى حضراتكم. انا النهار ده هعمل حاجة كويسة قوي. احنا النهار ده معنا تقريبا عشرين في الجزء بتاع الحلقة ديت. انت هتركز معي في المعلومة. طب والاسئلة حضرتك اللي هتجاوبها. اي وقت. حضرتك اللي هتجاوبها ازاي? هتسمع الفيديو كويس قوي للاخر. وبعد كده تمسك الفيديو بتاني نقطة نقطة. وتكتب لي بتاعتك في الاختيارات او على رقم موبايلي على الواتساب اللي هتلاقي في اسفل الشاشة هنا تحت الصورة دي هتلاقي رقم الواتساب بتاعي. علشان تبدأ تبعط لي الملحظات او الاجابات بتاعتي. طيب نشوف معلومة تانية طب اهي الاسئلة عشان برضو انت تقدر تعمل اه توقيف للشاشة بسهولة جدا وتنقل الاسئلة. طيب المعلومة رقم اتنين غاية في الاهمية. غاية في الاهمية. يوز تو. يوز تو. اعتاد ان. خلي بقى لنا عشان هنا هيبقى اه يعني مهم او انك تركز فيها. لو انا قلت فاعل ويوز تو ومصدر الفعل معناها ان الشخص ده اعتاد ان يفعل الفعل او يقوم بالفعل في الماضي. ولكنه لا يقوم به الان. يعني لو انا قلت علي يوز تو سماك. علي يوز تو سماك. علي اعتاد ان يدخن. ده معناه ان علي اعتاد ان يدخن في الماضي ولكنه لا يدخن الان. طيب مثل هو ما قالش كده. قال لي يا فندم ايوة. ولكن استخدام لي ومصدر الفعل هو معناه من غير ما يوضح او من غير ما يكمل الجملة. معناه ان الشخص ده اعتاد ان يفعل او يقوم بعمل الفعل في الماضي. بط ولكن هو ما بيعملوش لدي. طيب دلوقتي انا لو لقيت عندي فاعل بقى وام او او از او 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 ده معناه ان شخص معتاد على الفعل. يعني ايه معتاد على الفعل? يعني كان متعود في الماضي وحتى الان لسه بيقوم بعمل الفعل. لو قلنا المسال اللي فات علي معناه ان علي معتاد على التدخين يعني هو الغاية دلوقتي يدخن. يبقى اعتاد ان يدخن في الماضي ولازال يدخن حتى الان. طيب ده لو استغلناه مع العاقل يعني فاعل ويوز تو والمصدر اعتاد ان يفعل شيء في الماضي ولكن هو لا يفعله الان. فاعل وام او 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 جيت يوز تو وفير بلاس ان جي اعتاد ان يفعل شيء في الماضي ولازال يفعله حتى الان. طب لو جبت بقى مع عيوز تو شيء اه اوجيكت مفعول حاجب معاها is أو are used to ومصدر الفعل بس خلي بالك حيبقى معناها ان الشيء ده بيستخدم لفعل معين او ممكن استخدم الشيء برضو بس اجيب am أو is أو are used for طب لو قلت for هستخدم فعل زائد ing تعالوا ناخد امثلة هنا بيقول لي لما كنت صغير I used to play tennis ده معنى هاي مين يقول لي ركز كده معنى الجملة دي اني لما كنت شاب او لما كنت صغير اعتدت ان العب التنس ولكني لالعب التنس now I no longer play tennis لم اعد العب تنس طيب بيقول لي لو انا استخدمت المثال التاني اللي بيقول I am used to watching tv at night I am used to watching tv at night انا معتاد هنا بقى خلي بالك هنا استخدمت am صح استخدمت am او get used to و الverb plus ing ده معنى هننا متعود حتى لين يبقى I am used to watching tv at night انا معتاد على مشاهدة التلفزيون في المسابة any problem طيب لو انا جبت بقى الابجكت المفعول زي the knife the knife يعني the knife السكينة حتى تلاقينا كده the knife قريبة من wife يعني اللي اتنين بيئزوا ربنا يعد الفيديو على خير the knife لو انا قلت is used to هل معناها ان السكينة معتادة لا طبعا هنا السكينة ده غير عاكل فهيبقى object مفعول the knife is used to cut things cut things يعني سكينة بيتوستخدم لقطع الاشياء يبقى the knife is used to cut things طب لو استخدمت نفس السكينة بس مع used for used for هجيب cutting things هقول the knife is used for cutting things يبقى اني لخص المعلومة رقب اثنين اني فاعل used to والمصدر اعتاد ان يفعل شيء في الماضي ولكنه لا يفعله ان فاعل وام او is او are او get وuse to وفير بلاس ing معتاد على فعل في الماضي وحتى الان طيب شيء وام او او is او are او اه شيء و is او are used to مصدر الفعل الشيء ده بيستخدم لفعل الشيء ويجيبقى مصدر الفعل طيب لو هو نفس الشكل شيء و is او are used for برضو يستخدم لفعل شيء واستخدم معاه ing any problem طيب تعالوا كده بقى نشوفي الاسئلة او السؤال او الاسئلة اللي علي used to اه هي حباية قلبي ايوة حضرتك هتعتمد على نفسك شوية علشان يبقى فيه interactivity كده او فيه تواصل او فيه تفاعل مع الفيديو مايبقاش انت بتتفرج اه وخلاص وكانك تتفرج على فيلم سانيمة لا افندم حضرتك الاسئل اربع جمل دول حلهم لي بارقامهم اكتب لي number 5 A والاستخدام number 6 B والاستخدام اي ان كان يعني الاجابة الصح اللي انت حضرتك هتشوفها طبعا طيب number 3 او المعلومة التالتة ايه الفرق بين full of و fill with full of ايوا اهي we fill with ناس كتير بيت لخبطوا بينهم وخلي بالك الفيديو دوت معمولة علشان الاختيارات علشان سؤال الاختيارات يعني انا لما اقول لك ان full of معناها ممتلئ بي مليان بي the bottle is full of water الزجاجة او اللي زيزة مليانة ميا طيب fill with يملى او الفعل بتاعها طيب مثال لو قلت لك my head is full of ideas my head is full of ideas دماغي ايوا رأسي مليئة بالأفكار يبقى full of مليئ بي او ممتلئ بي طيب بص المثال التاني ممكن يقول لي please من فضلك fill this bottle with water fill this bottle with water يعني املى ايوا املى الزجاجة دي بالمياه في مشكلة يبقى تاني بسرعة full of ممتلئ بي اما fill with يملى بي وطبعا الاسئلة رقم 9 و10 اللي حضرتك هتجاوبهم لنا باذن اللي تعالى طيب نشوف ما نعمل وما تاني نعمل 4 يعني يصر على خلي مهمة اوي مهمة جدا يصر على فعل شيء وهي بعدها فاعل ومصدر الفعل او فاعل وشد ومصدر الفعل طيب اللي بتسويها بس مع بعض التغييرات insist on طب التغيير انه يجي بعدها فعل زاد ing التغيير اللي هي حصلة عليها انه يجي بعدها فعل زاد ing يبقى insist that فاعل ومصدر الفعل او فاعل وشد ومصدر الفعل بمعنى يصر على طيب نفس المعنى يصر على ولكن insist on هيجي بعدها verb plus ing نشوف الامثالة بقول he insisted that he have dinner with her طبعا حد يقول he تاخد has اقول لك لا ما انت لو خذت بالك انا عايز فاعل والمصدر الفعل ايوه مهمة اوي في الاختيارات دي insist that he had dinner with her insist that he had dinner with her طب لو نستخدمت insist on في نفس المثال او في مثال شبه he insists on going to the club alone هو مصر على الذهاب to the club alone يعني انت استخدمت insist on جبت بعدها ing بعدها ing بعد كده برضو لا السئلة الا على insist اهي قدامك number 11 و12 ممكن توقف الفيديو براحتك جدا وتنقلهم وتجاوبهم لي في التعليق الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي وبالمناسبة عشان في بعض التصرفات كده اللحظناه في الفترة اللي فاتت يعني بعض الحاقدين اللي بيشوف أو بيسرق الفيديو بيحطه على مكن تانية حضرتك لو مش بتتفرج على الفيديو ده من على قناة طاهر منصور يبقى الفيديو ده مسروق حضرتك الفيديو ده المكان الوحيد اللي انت تقدر تشوفه عليه هو يوتيوب طاهر منصور او قناة طاهر منصور على يوتيوب اوكي طيب المعلومة الخمسة هنا بيقول مهمة قوي يعني معناها حاجات كتير يعني 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 طيب لو انا جبت هنا فترة زمنية فترة زمنية وبعدها فعل بعدها فعل هنا هيبقى معناها ان الشخص ده بيقضي الفترة دي في الفعل ده معنا الشخص ده اللي احنا هنحطه هنا بيقضي الوقت ده اللي عليها لسه في الفعل ده اوكي طيب لو انا قد spend spend money spend money فلوس on يعني يصرف فلوس على او يصرف نقود في اوكي طيب spend time with شخص ما spend time with معناها يقضي وقت مع يقضي وقت مع يبقى كده اول line spend فترة زمنية معنا هيقضي وقت في فعل معين spend on يصرف فلوس او ينفق مال على شيء معين اما spend time with يقضي وقت معه طيب اللي برضو هيبقى في نفس المعلومة بيجي برضو شبيه لها take فترة زمنية وتول مصدر take فترة زمنية وتول مصدر يعني ايه لو قلتلك take time هاخد وقت معين عشان يعمل شيء يبقى معناها ان هو بيقضي وقت عشان يعمل ده او بيستغرق من وقت كذا عشان يوم بعمل الفعل طيب تعالوا نشوف امثلا تعالوا غير اللون كده علشان الدينا تبقى اوضح جميل لو انا قال لي او بصير على المثال الاولاني او المثال ده كله ركز معنا انا قضيت ساعتين في مشاهدة التلفزيون الليل الماضي يبقى انا هنا عملت spent جبت بعدي وقت والفرب plus ing اوكي وقت وفرب plus ing اما لو قلت i took مسال التاني i took two hours to watch tv last night انا استغرقت ساعتين لمشاهدة التلفزيون last night طب المثال التالت i spent a lot of money on clothes انا صرفت او انفقت الكثير من المال على الملابس اوكي يبقى بسرعة تاني spend time او spend وقت وفعل زاد ing يؤدي وقت في الفعل ده طب لو spend time او spend money on يصرف فلوس على او ينفق فلوس على spend time with يقضي وقت مع take time to المصدر ياخد وقت لقضاء فعل معين او يستغرق وقت لفعل معين والمثال الاخير اللي احنا قلناه i spent time او i spent a lot of money on clothes يعني صرفت فلوس كتير على الملابس اوكي وبرضو الاسئلة بتاعك المعلومة دي قدامك اهي على الشاشة اوكي خطوتك ركز في المعلومة رقم 6 هنا بيقول لي فعل مهم جدا و المشتقات بتاعته ايوكي انا نوضح شوية عشان كل الناس تشوف طبعا احنا قلنا قبل كده في فيديوز مختلفة ان يفضل ان حضرتك لو بتشوفني من على الموبايل يبقى الشاشة بالعرض هتعمل الشاشة بالعرض الموبايل عشان الكلام يبقى واضح ويفضل اكتر واحسن انك لو بتشوف من على التابلت او من على اللابتوب او الديسكتوب علشان كل ما الشاشة كبرت كل ما الكلام بقى اوضح طيب هنا بقى عندي فعل مسلا اوكي طيب وعندي 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 وهم اوي الكلام ده طيب تعالوا نشوف كده واحدة واحدة او نرجع ايوان عند رقم واحد او او ساري جرادويت ان جرادويت ان بيجي بعدها التخصص او فرع العلوم اللي انت اتخرقت او اه تخصصت فيه اوكي مسلا المسال هو بالمرة يعني هو تخصص او تخرج في فرع القانون اوكي طيب لو قلت عشان دي خلي بالك هيجيب لك في الاختيارات ويدي لك بين و كمان اوكي بيبقى ركز اوي فيهم مع الحروف الجردي يبقى لنا رقم واحد بيجي بعدها العلم او التخصص اللي انت تخصصت فيه او تخرج منه يتخرج من هيجي بعدها اسم الجامعة او الكلية اسم الجوعة او الكل ايه هو تخرج من جامعة عين شمس هو تخرج من جامعة ايه عين شمس طيب هنا بقى فيه graduate او graduate as graduate as معناها يتخرج كا يعني بيجي بعدها الوظيفة المسال بتاعها اهو هنركز فيه مع بعض ايو الlines دي او الars دي بتسهل معنا في انك تركز في line اللي احنا بنكلم فيه he graduated as an engineer هو تخرج ك an engineer يعني كمهندس he graduated as an engineer طب لو انا قلت they accepted the graduate اه لسا نقولها الاول نقول المعلومة بتاعيها الاول graduate of a graduate of دي معناها ايه the countable noun دي اسم قبل الجامعة معناها متخرج اوكي وبي بعدها اسم الجامعة اوكي يبقى ممكن اقولك he accepted the graduates of cambridge university هم تغيب لوا خريجي جامعة cambridge اوكي يبقى they accepted the graduates اللي هم البناء ادمين اللي اتخرجوا of the cambridge university من جامعة cambridge اوكي يبقى بسرعة برضو نلخص المعلومة number six بقول لي graduate in هايجيب بعدها العلم he graduated in chemistry he graduated in low graduate from هايجيب بعدها اسم المكان اللي اتخرج منه الجامعة والكلية graduate as هيجيب بعدها الوظيفة graduate of هيجيب بعدها اسم الجامعة ويبقى معناها خريج او متخرج وبرضو الاسئلة قدامك عشان ما يبقاش لديك حجة طيب number seven مهمة جدا غاية غاية في الاهمية يعني دي بقى ركز اول المعلومة دي ركز لي فيها من في المية اول كلمة هي job work profession works و career طيب كلهم معناهم شغل او عمل ولكن اول وحدة هنتكلم معناها هي job اللي countable نعم الاسم القابل للجامعة يعني اقدر اقول jobs اقدر اقول jobs وظائف اوكي يبقى هنا اول كلمة عندي هي job اللي معناها وظيفة وكلمة countable كلمة قابلة للجامع اقدر اجمع اوكي طيب هي job هي العمل في وظيفة المقصود منه لما تكون شغال او لما بابا يكون شغال في وظيفة او شغلانة ثابتة في الزمان والمكان يعني مثلا زي الوظيفة الحكومية بابا عارف انه بيروح الساعة 8 ويخلص الساعة 2 وفي مكان معين مكتبه اللي بيروحه كل يوم دي job دي وظيفة اما work هي الكلمة العامة للعمل على فكرة work هي الكلمة الشاملة للعمل ولكن هي uncountable uncountable غير قابلة للجامع اوكي uncountable او غير قابلة للجامع يعني ما اقدرش اقول works بس خلي بالك هنا بس انت كاتب works الفرق بين دي و دي لو انا قلت i go to work i go to work انا اذهب للعمل هل ينفع اقول i go to works لا طبعا لا طبعا ليه لان هنا نقصد انا i go to work انا بذهب الى العمل بقصد الكلمة او الاسم uncountable العمل بشكل عام اوكي i go to work early in the morning بروح شغلي بدري في الصباح اوكي اما works تبقى امت accountable برافو عليك ايوه الناس اللي مركزة works تبقى accountable لما هي تكلم عن العمال الادبية والفنية لشخص معين شاكسبير works are great اعمال شاكسبير يعني عظيمة فهنا انا اصدت ب works اعمال شاكسبير الفنية والادبية الفنية والايه والادبية اوكي طيب في بقى profession مهنة او حرفة دي profession المهنة او العمل اللي بيتطلب مهارة او تدريب profession بنقول عليها كمان يعني مهنة علشان بتتطلب مهارة يبقى مش اي حد يشتغلها لازم يبقى expert خبير فيها اوكي وطبعا career بكلمة درجة معناها الحياة المهنية بنقص بيها الفترة اللي اضاها من عمره في المهنة دي او في الوظيفة دي اوكي طب نشوف الامثالة تعال كد نرفع الامثالة ونشوف لو قلنا he found a job ايوة هنبص كده على المثال he found a job هو وجد وظيفة اوكي اقدر قول كمان jobs وظائف طيب I go to work bypass اذهب الى عملي او العمل bypass دي work اللي uncountable uncountable غير قابلة للجمع لا تجمع ما ينفعش اقول works طب لو انا هنا قلت بقى نجيب محفوظ works اه هنا اقصد اعمال نجيب محفوظ اعماله الادبية والفنية اعمال نجيب محفوظ الادبية والفنية هي او بقولك كده نجيب محفوظ works are great نجيب محفوظ works are great يعني اعمال الادبية الخاصة بنجيب محفوظ عظيمة طب هنا في المثال بتاع profession بولي the profession of teaching is hard مهنة التدريس صعبة the profession of teaching is hard طبعا هي صعبة على اللي مش بيحبها لا هي سهلة جدا ونعمة من عند ربنا لانها يعني مهنة الانبياء والرسل يعني في وضل الله تعالى وربنا ان شاء الله يجزينا خير ويوفقنا معاكم دائم التوفيق طيب the profession of teaching is hard طب لو انا قلت الكارير اقصد بيها الحياة المهنية اقول لك هو عنده كارير نكحة جدا اقول لك he began his career as a journalist in الاهرام يعني هو بدأ حياته المهنية حياته العملية في الاهرام كصحة فيه في الاهرام يبقى تاني كده job وظيفة وتجمع work عمل بشكل عام ولا يجمع الا لو قلنا works اللي اقصد بيها الاعمال الادبية والفنية فقط career الحياة المهنية profession المهنة اللي بتطلب تدريب طبعا وبرضو الاسئلة اهي قدام حضرتك جميل هنا نرفع كده شوية الاسئلة ايوه عشان تشوف ايوه تمام number eight بيقول لي work for work for we work with we work on we work in او at work as مهم اوي مهم اوي طبعا احنا طول الوناس نستخدم work امتى استخدمها مع for وامتى استخدمها مع with وامتى اقول on وامتى اقول in او at we as اوكي تعالوا بقى نشوف work for يعمل اهو تعالوا كده نبدأ باول واحدة work for معناها يعمل لدى i work for i work for مثلا اسم المكان اللي باشتغل فيه اوكي i work for the ministry of interior i work for the ministry of education اعمل لدى وزارة تربية تعليم طيب work with يعمل مع شخص i work with mr. steven اعمل مع mr. seven مثلا طيب work on عارف لما تقول لحد انت لازم تشتغل على نطقك لازم تشتغل على تدريب معين او تمريب معين هنا نستغل work on work on يعني يعمل على شيء لتحسينه او يعمل على مشروع او يعمل على اختراع طيب work in او at يعمل فيه ويجي بعدها مكان العمل لو مكان كبير in لو مكان صغير يبق at i work at a school انا بعمل في مدرسة طيب work as حيكي بعدها الوظيفة i work as a teacher طيب ناخذ الامثلة بتاعة الكتاب بتاعنا الجميل هو يعمل كدبلوماسي طيب هو يعمل في مكتب كبير طيب لو قلت he works for the ministry of education ايو المسال اللي قلناها من شوية هو يعمل لدى وزارة التربية التعليم او a trainer a trainer a trainer was brought to work or was brought in to work on her fatness يعني جابت مدرب علشان يشتغل على اللي يوقتها اوكي يبقى هنا برضو هنرفع الاسئلة اللي خاصة بالجزء ده علشان ناخد معلومة number 9 9 9 بيقول لي ايه مهمة او 9 دي خلي بالنا 9 بيقول لي ايه الفرق بين abroad مهمة اوي ايوة اهي we aboard او on board we broad we board تاني abroad we aboard we on board we broad we board تعالوا كده نشوف الفرق بينهم واحدة واحدة الاولانية abroad معناها خارج البلاد او في الخارج لو قلتلك he traveled abroad he traveled abroad هو سفر للخارج خارج البلاد اما aboard معناها على متن سفينة او طائرة يعني راكب فوق سفينة او طائرة وبرضو بنساعد معانا on board he is on board يعني هو خلاص راكب الطائرة طيب broad معناها دي سفر معناها واسع وعريض broad shoulders او عنده broad shoulders يعني عنده كتاب عريضة طيب board دي اللي حضرتك او المجرس بيكتب عليها في ال class ال board اللوحة او الصبورة اللي بتشرح عليها لطلابك اوكي طيب نشوف الامثلة بتاعة الكتاب اللي حنقول كده مثلا he worked abroad for five years هو عمل في الخارج لمدة خمسة سنوات طيب he is tall and has broad shoulders هو طويل وعنده كتاب عريضة اوكي the exam results او نتائج الامتحان went up on the board النتائج الامتحان اتنشرت او ظهرت على ال board الصبورة او اللوحة الخشبية طيب borders بقى معناها يعني برضو بتيجي مع abroad و board بتيجي بمعنى حدود بيقول the borders here aren't safe the borders here aren't safe يعني الحدود هنا غير امنة غير امنة the borders here aren't safe يعني الحدود اللي هنا غير امنة اوكي طيب نشوف كده الاسئلة بتاعة abroad 25p ايوة معنا كده هي الاسئلة بتاعة abroad we borders we board طيب ننتقل كده بقى على المعلومة اللي بعد كده number 10 بيقول لي experience experience معناها خبرة وهي اسم uncountable لا يعد او لا يجمع يعني مش هينفع اقول experiences الا بمعنى محدد هنتكلم في دوقتي اوكي يبقى experience معناها خبرة uncountable نعن uncountable نعن ايوة experience هي اللي احنا بنتكلم عليها اوكي طيب لو انقلت an experience او experiences دي معناها تجارب حياتية او تجارب في الحياة يعني اقدر اقول مثلا اني my brother doesn't have much experience for the job my brother اخويا doesn't have ما عندوش much experience خبرة كبيرة للوظيفة طيب هنا خلي بالنا بقى اني experience اللي uncountable اللي معناها خبرة هتختلف عن an experience وهي countable اللي معناها تجارب في الحياة زي المثال اللي احنا هنقوله حالا بقولي traveling abroad السفر للخارج is a great experience is a great experience اوكي طيب هنا عندي بقى experiment و experiments experiment تجربة معملية تجربة حضرك بتعملها في معمل العلوم او الفيزياء اوكي هنقول المثال عليها we do experiments in the lab we do experiments in the lab احنا بنعمل التجارب العلمية في المعمل اوكي طيب لو قلت i need to meet you new people to experience a new life i need to meet new people انا عايز اعيب الناس اكتر او ناس جديدة علشان اكتسب خبرة في الحياة اوكي بيبقى هنا برضو الاسئلة بتاعت experience مش كتير 27 و 28 طيب المعلومة number 11 دي بقى غايف الاهمية ركز بقى معي اصحى كده معي وركز عندنا معلومة بتقول اني ذا قبل الصفة ايوة 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 خلي بالك اوي اوي ذا قبل الصفة هيبقى المقصود بها او لما جيب الصفة قبلها ذا هيبقى أقصد كل الناس الذين يتصفون بعض السفة لو نقول the poor يبقى نقصد كل الفقراء the disabled يعني أقصد كل المعاقين اوكي بتساوي the poor بتساوي poor people و the disabled بتساوي disabled people طيب لو نقول the disabled المعاقين need special care need special care المعاقين بيحتاجوا رعاية خاصة طيب the poor أقصد بها الفقراء جميعا the poor in this area suffer a lot الفقراء اللي في المدينة دي أو في المنطقة دي suffer a lot بيعينوا كثيرا كي مهم قوي يبقى الصفة اللي أحط قبلها ذا أقصد بها كل الناس الذين يتصفون بها هذه الصفة لقلت the rich should help the poor الأغنياء يجب عليهم مساعدة الفقراء كل الأغنياء يساعدوا كل الفقراء young chap the young الشباب old كبير sin the old الكبار dead mate the dead الموتى وهكذا طيب number 12 habit we custom we tradition غاية برضو في الأهمية habit عادة شخصية it's my habit to get up early عدتي شخصيا إن أنا السايكز مبكرا طيب custom عادة مجتمع أو قبيلة أو جماعة من الناس it's a custom in Egypt أو إنها عادة في مصر طيب tradition تقليد معين أو عرف أو عادة عند عيلة مثلا الاستماع للمزيكة بصوت عالي أو الموسيقى بصوت عالي is a bad habit عادة سيئة طيب لو قلت we should respect our traditions يجب أن نحترم عادتنا وتقالدنا أو celebrating شم النسيم الاحتفال بشم النسيم ما له is an Egyptian custom Egyptian custom يعني عادة مصرية أوكي عادة مصرية ليها علاقة بمصر كلها يبقى هابت عادة شخصية custom عادة مجموعة كبيرة من الناس tradition عرف أو تقليد وبرضو هنجاوب number 31 و32 الأسئلة اللي على custom و traditions طيب تعالوا بقى نتغسع شوية في custom علشان حيبقى ليها استخدام ثاني أو مشتقة ثاني لو نقول custom حيبقى المعناها اللي زي ما قلنا عادة مجتمعية أو عادة مجتمع طيب customs أو customs official يعني جمرك customs حتبقى معناها الجمارك لما قل موظف الجمرك customs officer طيب و customer الزبون أما custom معناها ملابس أو الأزياء العرض she covered her head out of the defense of the deference to muslim custom okay تاني she covered her head out of the deference to muslim custom طيب the child the children عفوا the children were wearing traditional national customs customs للملابس أو ملابس العرض دولي mrs. ayah is one of our regular customers ماذا آية واحدة من ها أيوة عملاء المعتادين مهم قوي custom عادة مجتمع customer زبون customs جمال custom معناها الملابس اللي بتستخدم في الأزياء أو في العرض طيب number 14 غاية في الأهمية 14 بيقول لي الفرق بين routine و red tape خلي بالك عشان هجي لك كتير routine هو الحاجة اللي انت بتعملها دايما routine الحاجة اللي انت بتعملها بشكل معتاد حتى هي اسمها كده routine اليومي مثلا أو routine اللي انت بتعود عليه أما red tape هي برضو routine روتين روتين معناها الحاجة اللي بيعملوك يوميا اي هات اي هات ساري اي هات red tape in Egypt أنا بقرة الروتين أوكي الروتين اللي في مصر طبعا ربنا يعني ما يوريكم المرور والمصالح الحكومية بتطبق ال red tape دوت على يعني على أكمل وجه أوكي طبعا النهاردة يعني أتمنى من الناس في الفيديو دوت أني حضرتك تستفيد بالاستفادة الكاملة وعلشان تستفيد منه أقصى أنواع الاستفادة حضرتك تعمل ايه تتفرج على الفيديو بشكل كويس جدا جدا بتركيز زي ما احنا ماشيين خطوة خطوة وبعد كده تحل الأسئلة اللي على كل معلومة وتبعتها لي على الواتساب الرقم اللي موجود عندك على الشاشة وكمان ممكن تستبعلي في كامنس تحت الفيديو دوت في اليوتيوب اتشرفت بكم النهاردة كنت مبسوط جدا وانا معاكم بإذن الله استنونا في فيديو كديدة في الشكل والمضمون الفترة اللي جاية وكان معاكم طاهر منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته